السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ام صارة. والنهذا باذن الله هنعمل ورشة تليفوني الامر دي. عايزة انواره بس. مش عارفة انواره هو جو. هنعمل الورشة دي مع بعض ان شاء الله بتاع الجلاب الموبايل. اهو الموبايل جوه. وكل التفاصيل باذن الله هنشوفها مع بعض. وهنشتغله باذن الله ورشة سهلة وبسيطة. ويلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه? انا معي الخمات. معي خرقلولي مقاس تمانية. ووحدة مقاس عشرة. وكان واحدة مقاس ستة. مفيش ستة حطي برضو تمانية مفيش مساكل. انا هاشرح لك في الفيديو تعملي ايه? ويلا نقول بسم الله انا بدأ بينا استعيل. اول حاجة هشوف انا باشتغل ايه? انا هعمل ايه? انا استغلت وبعدين نسيت اني هصور ففكت الحتة دي عشان اصور. انا بشوف التليفون اللي انا هشتغل المقاس بتاعه. اهو التليفون. انا هشتغل المقاس التليفون دوت. التليفون ده كده سبعة وكده خمستاشر. فطبعا السبعة لازم هتكون اكتر. والخمستاشر برضو هتكون اكتر. طيب ايه بقى انا بعمل ايه اول حاجة? انا بشتغل بسمي الله طبعا اول حاجة ببدأ غرزة ربعية. طبعا احنا هنا مش هنشتغل غرز والكلام ده. احنا هنا بنشتغل على طول. الشرح موجود في الفيديوهات تانية. وبشتغل وعدة ايس. يعني انا عملت شريط اهو. وروح حط التليفون كده. اهو شايفين? انا سيبها واحدة في الجنب اهو. يعني اجي التليفون انا حطه. اجي العدد. انا سيبها واحدة في الجنب اهي مش ايسيها. اجي حسيبها للقفلة. اهو انا بشتغل وبقيس. باعمل كده. شايفين? خلص. كده هو بالنسبة لي مظبوط. الواحدة الاخيرة دي هي اللي هقفل بيها. يعني كده ان انا ديت كأنها مقفولة وهو. حيطلع ويدخل عادي. لازم يكون في براح. ما ينفعش اما واحدة تقول لك التليفون مقاسه سبعة في خمستاشر تعملي نفس المقاس ما ينفعش. زوجة اتنين سنتي في العرض والطول زوجة زي ما انتش عايزة على حسب ما هي باردو عايزة. طيب انا اشتغلت شريط ربعية اقول لك بقى هو كام عشان تبقي عارفة انا اشتغلت بخارز مقاس تمانية. الولي قص دي مقاس تمانية. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر سبعتاشر والتمنتاشر اللي هاقفل بيها. ولازم يكون عدد زوجي عشان ما تيجي تقفلي اهو كده ده وعدد فردي اهو. لو انا هاقفل كده. نحية هيبقى فيها واحدة في الجنب. اهي واحدة في الجنب. والنحية التانية هيبقى مفاش حاجة فما ينفعش. الجنب بتاعه انا عاملة العرض بتاعه واحدة. هي حلوة قوي قوي كفية عليه في خارز تمانية. لو هتشتغلي بستة ممكن تعملي اتنين على حسب انت هتعملي ايه. طيب خلص انا كده هاقفل ااخد الطرف ده مع الطرف ده. حطيت واحدة في اي فتلة من الاتنين. انا حطيت في الفتلة اللي تحتها هيبقى لازم ااخد نفس الفتلة واطلع من تحت. الاتجاه اللي انا حطى فيه هاطلع منه كده. اهو طلعت. وحط واحدة كمان. فاي فتلة من الاتنين مش هتفرق. انا اشتغلت بخيت سبعين بس الخيت ده انا لسه جايبها جديد انا بشتغل بس سبعين. بس ده انا لسه جايبها جديد فالخيت ده تخين قوي. فنوع البكرة دي هتجيب منه الستين بقى. لمقاس تمانية اخدوا بالكم الخيت ساعات بيختلف من بكرة لبكرة. بسم الله. اهي خلاص. طيب انا لما نقفل برضو هعمل حاجة كده الاول قبل ما نكمل شغلنا. بسم الله. اهو. كده اتقفل. اهو الجنب هنا واحدة. والجنب هنا واحدة. والعرض بتاعه اتنين اربعة ستة تمانية. تمانية وشه وتمانية ضهر واجه اتنين هنا واحدة يمين واحدة شمال. طيب. اقيس برضو تاني التليفون عشان اتأكد ان انا شغلي تمام. اهو. شايفين? اخد البرحة. هيطلع ويدخل عايدي خالص من غير اي مشكلة. طيب. هنكمل ايه بقى? هتكملي ارتفاع. اللي هو. انا مش عايزة بس اطول وقت الفيديو فالشغل ده كله مفهوش كلام. هتكملي ارتفاع اللي هو هتحطش اول مرة تلاتة. اجيب الخرز طيب عشان هو مش معي. وهو الخرز انا كنت بشتغل بم ك. جميل جميل. ما اشارش معي خالص. في ناس كتير بتقول بيقشر. انا بفضل الله شغال معي. ما شاء الله اللهم يا بارك. ما اشارش ولا اي حاجة. ولكن للأسف خلاص مش موجود عندنا خالص في المنشية. موجود منه اسود. الاسود كتير جدا. الابيض والقفايت خلاص مش موجود خالص. مش لقياه عند اي حد خلاص. تمام? خلاص. ندوروا على حاجة تانية جديدة بقى بازن الله. هادي اول واحدة اهي حطيت تلاتة. واحد اتنين تلاتة. انا وقفة زي ما انا بالزبط هعدي من وراء الفتلة كده. وشت. اهو انا كده هطلع ارتفاع. عايزة تقفلي الاول? اقفلي. عايزة تطلعي ارتفاع? اطلعي. يعني رحتك. بس هنا مش مشكلة انا هغليني اطلع ارتفاع. عشان افضل مسكها كده تبقى سهلة بالنسبة لي في المسكة. هنا بقى هعدي في كام واحدة بالمرة. اللي بيتابع معي الفيديوهات بيعرف انا كده بعمل ايه? عدي. بسم الله. الفتلة اللي تحت انا عدتها. والفتلة اللي سوق حطي فيها العدد بتاعي. اللي هو بعد كده هيبقى اتنين. واحد اتنين وعدي من تحت الفتلة دي. وارجع في اول واحدة تقابلني اللي هي رقم اتنين اللي انا حطاها. وشت. خلاص هتفضلي بقى داير ميدور بالشكل ده. انا كده خلاص هوقف الفيديو ما فيش داعي ان احنا نطول الفيديو. هتفضلي داير ميدور بالشكل ده. هتفضلي تلف تلفي وتقيسي. اهو. انا هلف وقيس. لغاية ما توصلي. انا كده لسه. دي هتبقى هنا. دي بالزبط كده. هي هتنزلها تحت شوية. ليه? لان انا لسه حقفل هنا. عايزة تقفلي عشان تبقى سهلة معاكي. وتطلعي ارتفاع داير ميدور. اعملي برضو لو لو يريحك كده مفيش مشكل. هفضل بقى انا اطلع ارتفاع داير ميدور زي موريتك كده. من غاية ما اوصل للمقاس المطلوب. ونجي بعد دي هنشوف هنكمل. بصوا هنا انا اشتغلت كده كام دور? واحد اتنين سلعة اربعة خمسة سسة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر دور. والتليفون اهو جوا. اهو التليفون. انا هشيله برضك من الجراب بتاعه. يعني انا كده عاملة بالجراب. لو شلته من الجراب هتلاقوه هيتعامل اسهل برضو. الجراب اخد مسيح. هي عطاني المقاس من غير الجراب. بس انا عملتولها كده. على اساس اهو بصوا. يدخل براحته ويطلع براحته. شايفين? اهو. كده قد التليفون بالزبط. طب واحنا هنسيبه كده. لا طبعا ما ينفعش يتساب كده. هنا انا لسه ممكن هطلع بدور ارتفاع. انا هاقفل الارضية الاول. لو الخيط معيك قصير خلي اللي انت بتطلعت ارتفاع. هيقفلي الفوق هنا هيبقى هي دي ارضية. بس انا خلاص الخيط معي فوق طويل. هاخد حتى الخيط صغيرة اهي. هتتنيه كده. لازم يبقى في اليمين غرزة في الجنب. بسم الله. اليمين غرزة في الجنب والشمال غرزة في الجنب. اي حاجة اشتغلي اي حاجة. مش هتفرق كله زي بعضه. يبقى انا هعدي من الواحدة دي اللي وقفة. وادخل في النايمة الاولى اللي هنا تحت والنايمة اللي فوق دي هاته. اهو. شايفة? طيب. ومتاح معايا ان انا اقعدي همس من ما. اقعدي كده في كل دول. انا كده كده هاقفل كل دول. هاقفل فيهم. مرة واحدة. بسهل على نفس الشغل. اهو. همسك بقى الطرف اللي فوق. انا سيبقى الطرف اللي فوق ده طويل. هحط خرزة واحدة بس. بصوا بقى. الواحدة اللي في الجنب دي. انا مش عرفة التليفون بيبقى بيبكسل دي كده في ايه مش فهم. بسم الله. الواحدة اللي في الجنب دي ما ديش دعوة بيها. يمينها واحدة واشمالها واحدة. انا طلع من يمينها. حاجي عند شمالها. اقعدي من تحت الخيط كده. وارجع في الخرزة اللي انا احطها. احط الخرزة واحدة بس. هقفل بيها. وامسك الطرف اللي في الجنبه هو. انا واحعدي في واحدة. الفتلة اللي فوق انا كده كده اللي تحت كله معizzy اهو. اللي تحت كله عديده. عديت في واحدة فوقها هي. وحط خرزة واحدة. دي كده طريقة التشبيك. اهو. واعدي من تحت الخرزة اللي انا معدياها من تحت الخيط اللي انا معدياها تحت اهو. وارجع فيها. واشد. امسك الطرف ده عشان ميهربش مني. اهو. عشان العقدة تدخل جوى الخرزة. خلاص? هعدي تاني. واحدة كمان اهي. وبس هحط خرزة وعدي وارجع فيها. وعدي وحط خرزة. لغاية ما اوصل هنا وحاجة وريك هعمل ايه هنا في الاخر. اخر واحدة خلاص اهي. انا حطيت الخرزة اهي. وهعدي. من تحت الخيط اللي انا معديها. بسم الله. وارجع فيها. وشد دي اخر واحدة. طيب نشوف بقى هنعمل ايه هنا? خلاص. انا كده مفروض ان انا حصرب الخيط بتاعي. ساعات انا اشدها كويس قوي. ساعات لما بتشتغلي هنا وما بتعديش في دول فبتلاقيهم واسعين عن بقية الشغل. فلو حصل معاك كده عدي الطرف ده اللي انا معديها ده اهو. اللي كان تحت انا سايبها طرف قصير وسايبها طرف طويل. عديته هو لفيته. بقى الطرفين معايا طالعين من مكانين كل واحدة طالع من خرزة متقابلين مع بعض. اهو. الخرزة الطويلة هي. طالع من هنا والخرزة القصير والخيط قصدي الطويل والخيط القصير. هعمل ايه بقى? هصرب الخيط بتاعي انا مش هقص. حواركي هتعملي ايه? هتعدي بصي الخيط الطويل او القصير اللي هعملو ده وتعملي باي واحد منهم. هاخد واحد منهم الفه من ورا التاني. اهو انا لفيته من وراه. وارجع في نفس الخرزة اللي انا طالع منها. اهو الخيط القصير انا كنت طالع من هنا. لفيته من ورا الخيط الطويل وشد اهو انا سحبت الخيط الطويل معايا هنا عملت عقدة جوه. عملت عقدة جوه الخرز. خلاص يبقى الخيط الطويل دوت. هصربه خلاص سواء هتعدي كده هتعدي الناحية التانية اهي انا اشد عشان العقدة تدخل جوه بشد الطرفين والعقدة جوه خلاص. اهو بص مش انا كنت جاية لفة اللفة دي رجعتها تاني اهو خلاص. اهو متقابلوا تاني مع بعض خدي اي طرف منهم الطويل او القصير. اهو بصوا اجي القصير اهو حاخدوا حلف الطويل من وراه. اهو. كده انا بعمل عقدة. وارجع تاني في الخرزة اللي انا طلعة منها. مش هتفلت خلاص لان انا لفة خيط معاه فمش هفلت خلاص. يعني هرجع كده عادي خلاص. لو انت بترجع لقيت الخيط رجع معاك زي ما كان من الاول يبقى عرف ان انت ما لفتهش. اهو. عملت عقدة كمان ودي كده خلاص بالنسبة لي. الجنب انا قفلته خلاص كده. اهو. دي طريقة ديت بردك بتصربي بها كل الخيط بتاع الصغل بتاعك. اهو. طيب ادي التليفون. حتة دي بوسي ما قفلتي الجنب حاشو انه ينزل تحت فكده كده احنا قولنا هنزود دور. انا هزود دور هنا ونجي نشوف هنكمل نعمله. بصة انا حاوز نهلكو دلوقتي كده من غير الايد لان ممكن ومن غير القلاب لان ممكن حد يعوز يعمله كده حد يطلبه منك بالشكل ده وتركبيله ايد سلسلة. ممكن تقول لك انا عايزة ايد سلسلة فعايزك تعرفي هو وزنه قد ايه. اهو. مية تلاتة وستين. وهقول لك طول بتاعه برضو بصوا اجي التليفون اهو. خلاص هو كده خلاص مش باين اهو التليفون. شايفين? طير. ولو حطينا بالجراب برضو هيدخل. يعني انا كنت عاملها بالجراب وبرضو دخل. هقول لك بقى المقاس بتاعه. بسم الله. احنا قسناك كده عرضة اصلا قبل ما نشتغل. اهو التليفون ايلالي من التليفون سبعة. خليكي في القياس خليكي من تحت كده احسن. هنا كده هتديك تقاطر مستقيم بالزبط. يعني تسعة ونص. تسعة ونص. لازم تسيبي بروحين. هي قالتلك سبعة ما ينفعش تعملي سبعة. لازم يكون اكتر. لان سبعة ده المقاس بالزبط. طيب. طول. كنت عايزة خمستاشر لازم يكون اكتر برضو سبعتاشر. سبعة في سبعتاشر. طيب انا كده لسه بقى هكمل هشتغل قليب. انا انا وقفة على الخرزة اللي في الجنب. انا مش هشتغل على الجنب. انا هشتغل سواء على الورا دول او اللي قدام دول اللي هما الاتنين اربعة ستة التمانية دول. يا التمانية دول يا التمانية دول. لان انا هعمل قليب كده. وممكن كمان ما اعملش القليب على التمانية بحالهم. يعني انا هجرب اشوف. ممكن اعمل على التمانية كلهم او ممكن اعمل قلاب من الستة اللي جوه بس. واسيب الاتنين دول. فانا هجرب اشوف هعمل منهم ايه? وحاجة واريكو اعمل. انا هجرب اشتغل من غير فلاش واشوف ان شاء الله يبقى يزبط احسن من فلاش. بصوا انا معي بقى خرزة مقاس عشرة. وحابة مقاس ستة. حاجة هنا انا عملت صح انا سيت اقول لكم انا عملت القلاب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادوار. لو انت عايزة تزودي زودي. عايزة تنزلي بسانبوكسة. انا اشتغلته كزا مرة في صونة قبل كده هتعمليه زي ما نعملته. اه اللي هو بتشتغلي مسلا اول صفين وبعد كده تسيبي واحدة يمين واحدة شمال. واحدة يمين واحدة شمال. لغاية ما تنزل للمقاس اللي انت عايزة. طيب انا هاخد الاولى لقى التانية لقى زي ما بعد يمين بعد شمال. اهو. هسيب الاولى والتانية والتالتة. واجه على الرابع والخمسة هعدي فيهم مع بعض بخيط خمسة وتلاتين. انا معي خيط خمسة وتلاتين. عديت فيهم اهو مع بعض. هحط بقى العدد اللي انا عاوزه. يعني انا هحط عدد واشوف انا هحط هده ايه? بسم الله الرحمن الرحيم انا مش شايفة حاجة اصلا. هشوف ايه وانا مش شايفة. بسم الله. اتنين. طبعا المقاس لو ما عندكيش ستة اشتغلي بتمانية اللي انت اشتغلت بيه. ما فيش مشكلة خالصة. تلاتة اربعة. انا هحط خمسة دلوقتي واشوف هيقفلوا عليها ولا مش هيقفلوا. بصوا هنقيس ايه بقى? انا هعمل كده. ههم اللي انا حطتهم. ده كده ازيت كمان. انا عايزة ان انا اما حط دي هده بقى حلوة ان شاء الله. اما حط دي اقفل عليها تبقى هيقفلوا. كميلي هابتشوفيه شوية كمان. هقفلها واعملها عقدة عادي خالص اهو. لفيت من ورا الخيط ورجعت فيها. انا هشد الخيط بس في الطرف كده عشان ما هتضرش خيط كتير. انا هقفل واجرب اشوف نافعت معي ولا ما نافعتش. اهي. هليف في كده وارجع فيها. بسم الله. هليف وارجع في اول واحدة بتقابلني. ومش هتبتها. هحط الخرزة اللي تحت الاول. وبعدها اشوف انا هتكفي معي ولا مش هتكفي. اهي. اما ازبط ان شاء الله. اما اشوف المقاس لو اتزبط معي. اهي. شايفين? لو المقاس اتزبط معي. تمام. ما اتزبطش معي. هقل منه. اهي. يدوبك. اهي. شايفين? عملت بها دايرة. اهي. كده يدوبك على المقاس بالزبط. طيب يبقى كده هنسبتها بقى. هنسبت جيد. واجا وريك هنركب التانية ازاي. خلاص احنا كده خلاص ركبناها. لو عايزة بتعملي هنا غرزة خماسية على الاتنين دول. اعملي غرزة خماسية. وعلى الواحدة بتاعت الغرزة الخماسية تطلعي القفل منها برضو مفيش مشاكل. طيب احنا هنقفل بقى. بصوا. كده بقى هتركب فين دي بقى? اهو. المكان دا بالزبط. هنا بالزبط كده. يعني ادي النص. اول خرزة وقفة. تانية خرزة وقفة. تحت التالتة على طول. هتركب هنا. طيب يبقى انا هعدي الخيط. اهو. هي معي. اهي. معدي الخيط. ادي النص. قلنا اول واحدة. تانية واحدة. اول وتانية. التالتة. هنا بالزبط. اهي. بالزبط زي ما انا عاملها. اهي. انا عايز اركبها هنا كده. يبقى حاجة عند الخرستين دول. انا هاخد حاخد حفات لت الخيط الاطول شوية. عشان يبقى اشغلها برحتي. اهي. في نص الخيط. النص ادي الاولى التانية تحت التالتة. اللي هو هنا بالزبط. هتركب هنا. يبقى انا هاخد. طرفين الخيط هي انا عايزها هنا بالزبط. ادي طرفين الخيط الاول. هي هتركب في النص هنا. يبقى. هاخد الخرزة اللي نايمة. واعدي فيها كده. بطرفي خيطة هو. والنحية التانية. الخرزة اللي نايمة برضو. واعدي فيها كده. بطرفي الخيط. بسم الله. بسم الله. انا عايزة ابرة بس انا مش قادرة اجيب ابرة والدومها بصراحة. براحة تسهل عليها كتير. اهي. بسم الله يا رحمة يا رحمة. شايفين? ده المكان بتاعها بالزبط. انا عديت خلاص. هربط ربطة. اهي. انا عشان كده اشتغلت بكتروفاية. تربطي ما فيش مشكلة خلص اشتغلي براحة راحتك. ادي ربطة فوق اهي. ودي ربطة تحت. حبه فوق وحبه تحت. اهي. ونفس اللي عملته تاني. عايزة اكرره تاني. اكرره بسم الله. يعني انا كده خلاص هي كده ثبتت يعني ما تقلقيش. عايزة بقى هنا بدل من لو انا جيت بالخيط هعدي تاني في نفس اللي انا عدت فيهم. الخيط هيبقى باين قوي. طيب. مش عايزة عدي. رفعتها هي. وايخد الفاتلة اطلعها في الخرزة اللي وقفة لفوق دي. واحدة تانية هنزلها في الخرزة اللي تحت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلاش بينفع في الكلام ده والله الجدعين. بسم الله يعني حاجي. اهي معدية بس للأسف بتعدي في اللي بعديها كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا وكنت شغلة بابرة كان زماني خلصت بس هو تكسل بس. اهي عدتها. شايفين? اهي سابتة في مكانها. عايزة لف تاني بقى. وانصربي الخيط بتاعك. هي كده بفضل الله سابتت خلاصة فيش اي مشكلة منها. بس انا هحلف بس عشان هسرب الخيط. طب نقفلها لكم بس الاول. نقفل ونفتح كده عشان تشوفيها. اهي. شايفين الجمال? طيب. هسرب الخيط بقى وفضل لنا تركيب الايد واوزنه على بعض اقول لكم وهو ده. خلاص وصلنا للقلاب. انا حطيت عدد طويلة هوت. حطيت ايد خلتها كبيرة. وصلنا قصدي للقلاب. خلاص عملناه. طيب انا حافظكم. حسيب اول غرزة فوق. وحاجة على التانية اللي تحت. اللي في الجنب. اهي الواحدة اللي في الجنب. عدي. انا لضمة الايد. وسحبته خيط طويل. انا معي خيط طويلة هو. وحطت واحدة. انا سحبت خيط طويل ليه? لاني هعجي في الايد تاني. حطيت واحدة اهي. شايفين? يبقى ادي الاولى. ودي واحدة تانية قصدها. اسيبهم بقى خالص وارجع اعدي فطول الايد كله اللي انا عاملاه مرة كمان. اهي كده. هعدي الايد كلها تاني. من اوله جديد. انا لضمت الايدة اهي في الخيط. ادي بقرة في الخيط اهي. واجي الايدة اهي انا لضمها. اهي. هارجع بقى. اعدي فيها تاني كلها. بعد طبعا ما اكون اخدا المقاس. هعدي واجي واريك الناحية التانية هعمل. للاسف انا سلمت الجراب وجيت ارجع الفيديوهات. لقيت ان انا لما كنت بركب الايد الناحية التانية واوزنه في الاخر خالص. لقيت ان انا مصورتش. للاسف يؤسفني يعني ان انا كل ده متصورش. فهو على العموم وزنه كان عامل ميتين واربعين جرام. يعني كده كده النص هيعملك الجراب مرتاح جدا. زي ما احنا عملناه على نفس المقاس اللي انا اشتغلته. على نفس مقاس التليفون اللي انا اشتغلته. عايز اتزوجي. عايز اتنقصي. عايز اتخلي لو لو هتحطش جراب. وهيطلع التليفون ويدخل بالعافية. يبقى بدل الجنب ما انا عاملاه خرزة واحدة بس خليه غرزتين. هيدخل ويطلع مرتاح جدا بازن الله. والوزن قلتلك كان متين واربعين جرام. آآ قدر الله مش افعل. ان انا الفيديو سلمته والفيديو راح مني اساسا. بس تركيب الايد سهل جدا. انا ركبته. انا عاملاله فيديو مون فاصل. تركيب الايد برضو. بطريقة احترافية. نفس الايد اللي احنا بنركبها ديت. هي هي برضو. آآ انت مجرد انك بتعدل الناحية التانية وزي ما عديتش من الليمين. هتعدي من الشمال. وطبعا الخرزتين. هحاول احط لكم بصوا. هحاول احط لكم اللينك بتاع تركيب الايد لو انتوا وقفين فيها. اسألوني عن اللينك هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف هنا او في التعليقات. والمصيب قدر والله مش افعل بقى ان انا اكتشفت ان انا مكنتش بصور. معلش وحققكم علي وبإذن الله بإذن الله هشوفكم في الورشة الجديدة دي. هتشوفوا هي ايه? وحتعرفوا انا عاملها ايه? ورشة شنطة بسيطة جدا. كأنك هتفصلي تي شيرت. هتفصلي هاي كول. والطريقة بسيطة بإذن الله جدا جدا. هتكون هي الفيديو بعد الدوت على طول. انا لازم انزل ده الاول عشان اعرف اصور التاني. تليفون مش ميستحمل. واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.